السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل وجبة غدا جميلة جدا للكيتو دايت او للاكل العادي هنعمل سمان محشي بحشوة جميلة جدا وبسيطة يلا بينا نعمله مع بعض هنقول مع بعض الاول مكونات الحشوة ايه معايا هنا نص كيلو من قنصة الفراخ ومعايا هنا بصلاية متوسطة من الطعام وكعبات وحط عليها معلقة زبدة ونحط عليها معلقة ملح ونبدأ نشوح البصلة بعد ما البصلة شوهت معانا كده هنبدأ نضيف القنصة دي قنصة في رافع جماعة وهنقلبها كده مع البصلة وبعدين هنضيف عليها دلوقتي رشت فلفل اسود وهنحط نص معلقة صغيرة من الكسبرة الناشفة وهنقلبهم مع بعض كده وبعدين نغطي عليها ونهد النار خالص ومع تقليب مستمر كل شوية لغاية لما تبقى 3 تربع سوى معانا بالشكل اللي قدامنا ده دلوقتي هناخد منها شوية على جنب في طبق وهنسبها تكمل سواها معانا هنا سمان اي كمية عندكم هناخد دلوقتي الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض القنصة بالبصل وهنبدأ نحشل السمان بالطريقة دي ونزبط الحشوة كده بادينا بيكون معانا بالشكل ده هنعمل باقي الكمية بنفس الطريقة لغاية لما نخلصها كلها وبعد ما خلصنا الكمية كلها هنقفل دلوقتي السمان من تحت بالخلة او لو عايزين تخيطوه حاجة ترجع ليكو بس طبعا الاسرع الخلة بنعملها بالطريقة دي وهنقفل باقي السمان بنفس الطريقة ومعانا هنا حلة فيها مية بتغلي وبصلايا وكان فص حبان مفتوحين وورق لوري ونبدأ دلوقتي ان احنا نسلق السمان بالطريقة العادية خالص طبعا هو ما بياخدش وقت كتير لان هو حجمه صغير وهنحط عليه دلوقتي رشد فلفل اسود وهنحط عليه معلقة من الملح وطبعا الملح حسب التزوق وهنغط عليه نورب الغطى كده ونسيبه يستوى معانا بياخدله حوالي نص ساعة ما بياخدش وقت ابدا وكده بيكون جاهز معانا بقى ان احنا نحمره وبعد كده بنحمره في سامنة بلدي او زبدة او سامنة حيواني انا دلوقتي بحمره في سامنة حيواني مناسبة للكيتو دايت وبعد ما كملت سوى الانصة بالشكل ده حطيت معها السمان بالطريقة دي ومعانا هنا بقى احسن وجبة غدا جميلة جدا وسريعة سمان محشي بحشوة لذيذة اوي وكمان صلطة خاص بالتوابل واللمون واحلى طبق شربة جميل ومركز وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل سمان محشي بحشوة جميلة جدا للكيتو دايت او للأكل العادي اتمنى يكون الفيديو عجبكو اذا عجبكو الفيديو اشتركوا على القناة فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات وبالفة هانا وعافية